السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الخطوط الجوية الجزائريات تضع شروط سفر جديدة كشفت الخطوط الجوية الجزائريات النقاب عن شروط السفر الجديدة التي فرضتها العديد من الدول بعد انتشار او ميكرون اعلنت الخطوط الجوية الجزائريات اليوم انها غيرت شروط السفر لديها بعد قيود السفر المرتبطة بوباء كوفيد 19 تطلب بعض البلدان وثائق او اجراءات رسمية للدخول اراضيها في الواقع منذ ظهور الحالة الاولى لمتغير او ميكرون يبدو ان الذعر قد اجتاح القادة في جميع انحاء العالم في الواقع تقوم العديد من البلدان بتحديث شروط القبول الخاصة بهم هذا اجراء وقائي لمنع انتشار كوفيد 19 بالاضافة الى ذلك دعت الخطوط الجوية الجزائريات الركابة الى مراجعة شروط الدخول الى بلد السفر بالانتظام هنا في هذا الرابط تفاصيل شروط الدخول التي تفردها عدة الدول الخطوط الجوية الجزائرية اليكم الشروط الجديدة لدخول فرنسا في الواقع اعلنت شركة الخطوط الجوية الوطنيات الجزائريات اليوم عن تحديث لشروط السفر الى فرنسا يجب على ركاب الذين يسافرون الى فرنسا تقديم تحليل او مستضد سلبي لمدة 48 ساعة في بيان نشر على حسابها على تويتر في سياق تفشي وباء كورونا شركة الطيران الوطنيات بتحديث اجراءاتها للاحترازيات وشروط السفر ابتداء من يوم السبت بالاضافة الى ذلك يجب على ركاب الذين تم تطعمهم او غير الملقحين الذين تزيد اعمارهم عن 12 عاما والمتجهين الى فرنسا تقديم اختبار سلبي او اختبار مستضد سلبي لمدة 48 ساعة وذلك اعتبارا من 4 ديجنبر 2021 بالاضافة الى ذلك فان الشروط الجديدة التي ادخلتها الحكومة الفرنسية تهدف الى الوقاية هذا للتعامل مع انتشار متغير هذا الاخير لديه عدد كبير بشكل غير عادي من الطفرات ترجمة نانسي قنقر